بق معاكم رؤيتكم لهذا اليوم الانتخابي وحبدأ بحضرتك المنظمات اللي جاية تتابع الانتخابات وعداد الناس اللي جاية تتابع الانتخابات والجاية كمية المراسلين 530 مراسل أجنبي يمثلوا 115 وال120 جهة أجنبية جايين يتابعوا الانتخابات المصرية رأيك ايه في المشهد اللي اتحطت النهاردة طبعا مشهد تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى لأن حجم المراسلين الأجانب عندما يأتون إلى الدولة المصرية وفي حدث هو حدث الأهم في تاريخ الدولة المصرية خلال هذه السنوات وأن يصل هؤلاء المراسلين الأجانب إلى شمال سيناء وبالأخص إلى العريش هي مسالة واضحة أنا قلت النهاردة الحقيقة ضيارة شوان والهيئة العامة للاستقلمات جابت جون في التمانيات جون عالمي ده مصر جابت جون النهاردة ليه ما هي دي المنطقة اللي عايزين يخدموا أخدوهم لا حكتنا حكتنا محمد بيه الحاجة الأولانية أن ده المكان اللي كان بيرطع فيه الإرهاب ونجحت الدولة المصرية في القضاء عليه بدماء أبنائها وشوهدائها من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية والهدف التاني والمواطنين طبعا لأنه كان فيه جزء كبير جدا من القبائل العربية وقبائل سناء شارقت فيه جهود الدولة المصرية فيه القضاء على التنظيمات الإرهابية وده يعني بتعطي رسالة للعالم واضحة أن الدولة المصرية وكل الشبر في الدولة المصرية نجحت الدولة المصرية في السيطرة عليه ونجحت الدولة المصرية في واقع جديد كويس ده رقم واحد الرسالة التانية بقى الرسالة التانية أن احنا بنقول للجيش الاحتلال الإسرائيلي ولدولة إسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم هما وجهان لعملة واحدة بنوجه رسالة واضحة بنقول لهم أن الدولة المصرية بالتانية وهي حربت بشكل كبير جدا الإرهاب وتحارب فكرة التهجير ولكن بالتانية لأن الدولة المصرية صرفت على شمال سيناء أكثر من 600 مليار دولار 600 مليار جنيه عفوا بالإضافة إلى وضع خطة خمسية وده اللي أعلن عنه رئيس الوزراء المصري بشكل واضح في زيارته للكتيبة 101 في العريش بمشاركة كل القوى السياسية وقيادات القبائل في سيناء ووضعت خطة خمسية ب363 مليون جنيه للعمل على تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية لخدمة أبناء سيناء لا أنا أنا بص أنا حلخص الكلام ده كل أنا مليش دعوة بالتفاصيل هو إحنا عملنا رسالتين أدي اللي كنتوا زرعين لنا فيها الإرهاب وقضينا عليه لأن انتوا اللي كنتوا زرعينه واحد اتنين دي أرض مصرية ودي اللجان ودي المواطن المصري بيمارس حقه لغاية طرفح ولجان وقضاء وفي انتخابات رئاسية اتنيلوا بعيدوا عننا واتكلموا في أي حاجة تانية بعيد عن أرضنا تماما خلصت الرسالة أطعباننا كده حعود إلى النائب محمود القطب فعليش أصلا في الحكتة دي عجبني الجون صحيح يعني أنا عجبني الجون قوي تعالى أنت مش جاي تغطي انتخابات تعالى وريك الانتخابات في الحكتة اللي أنتوا بتقولوا أنها فاضية وناس ها هو وقبائل ودول وكل حاجة كويس واتت تفرجت على الطرق تفرجت على الطرق وتفرجت على كل حاجة والله قلنا التنمية حضرتك ما تقلقش قلناها آه 362 63 مليار جنيه لا بيكلموا على المرحلة التانية بيقولك 362 مليار أيوة الخطة الخماسية 363 مليار 363 مليار أول مرة أنت قلت مليار لا الأولى 600 مليار 600 مليار جنيه ده في المرحلة الأولانية المرحلة التانية الخطة الخماسية 363 مليار